وادخلها باسم الله واضرب هذه الروس الروس العفنة والحرامية اللي باقوا أهلك وباقوا شعبك كلمة حق يجب أن تقال مثل ما أراها ويراها غيري الزيارة الأخيرة لدولة رئيس الوزراء سيد محمد الشاعر الشداني إلى الإمارات وزيارات أخرى نتابعها نقرأها أنا من الذين يؤمنون أن هذا الرجل يريد أن يقدم شيء على الرغم من تقاطعات الكثيرين معهم والذين يتقاطعون إذا كانت من أجل المصلحة العامة فواللهم وتقاطعاتهم على رأسه أما الذين يتقاطعون معهم من أجل مصلحة حزبية أو طمطم هنا وهناك ستسحقهم عجلة الزمن أيضا أقول لك شيء دولة الرئيس أنت تريد أن تسترد الأموال المنهوبة نعم ما عندي خلاف على هذا الشيء وأؤمن أن لديك من النزاهة ما يكفي وفعلا رهت إلى الإمارات الزيارة كانت ناجحة وحتى جبت من الفاسدين تم القاء القبض عليهم والحبيبة وصلت إجت وأعتقد أيضا حركة الأموال والأملاك والفلوس التي أخذتها الحبابة والتي أخذوها آخرين أنا أريد أقول دولة الرئيس سنم أخذ قائمة باسمها كثيرين لأن نواب ومسؤولين ووزراء وبعضهم طلعوا من الخدمة قشة وحدة أبو مصطفى لأن هذه الزبائل وهذه القاذورات كلما بقيت متكدسة أو راكدة على حالها فأن رائحة العفل ستفوح منها كثيرا اقتلعهم من جذورهم بعدين لما تجيب الحبابة وتجيب الحباب وتجيب دولة الحرامية أقسم لك بما تعبد بما تعبد أن هؤلاء مهم السبب دولة أدوات أبو مصطفى شوف الحجاج والسماحات والسعادات والمعالين الذين وراهم أعمل على قطعها من الجذر لدينا مثل عندها نبي جنوب يقول القصراسي موت خبر يا دولة الرئيس موفق بخطواتك لكن قش كان أخذت قائمة من جميرة أو ذي تلفلة لبابوظبي والشالهات للوليادات والحبابات القاعدين بها يطون قائمة أنا متأكد ستدخلها موفقا ودخلها بإسم الله وأضرب هذه الرؤوس الرؤوس العفنة والحرامية اللي باقوا أهلك وباقوا شعبك وحتى لو كتلوك ستبقى خالدا في الحياة وسيستقبلك الله بوجه أبيض أضرب هؤلاء بكل ما أتيت من قوة فوالله إنهم مخادعون كذبون أفاكون قتلوا شابا بكاملة الرسالة الثانية أيضا تحية احترام وتقدير إلى جهاز الأمن الوطني العراقي الذي نقرأ بأخبار كثيرة الدور الذي لعبه في أزمة الدولار وكذلك العمليات النوعية المهمة التي نقرأها ونسمعها وبعضا منها تصلنا هي غير قابلة للنشر هذا الجهاز يا دولة الرئيس نعم الآن عليه شخصية قيادية وعسكرية متفردة اللي هو عبدالأمير الشمري يحتاج إلى رعاية يحتاج إلى تسليح يحتاج إلى معاونة هذا من الأجهزة التي يمكن لك كما جهاز مكافحة الإرهاب أن تعتمد عليه فأنا نصيحتي أنك تختار لك شخصا مهنيا رائدا مؤمنا وطنيا لقيادة هذا الجهاز وأدعوك إلى تسليحه بالشكل الذي يليق بإنجازاته لأنه والله بي زلم والله بي رجال والله بي عمليات نوعية تدريب تطوير خبرات خارجية لبناء هذه الأجهزة وتنقيحها من الذين يؤمنون أن الحزب فوق الوطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر